السلام عليكم و اهلا و مرحبه اليوم رح نعملو مع بعضنا مسكوتشو بن مد كوكو تجيه شيشة و طرية و جيكم خفيفة كما نعرفون مد كوكو يبنن هكا المسكوتشويت و يبنن القاطوك يضعون فيه طبعا انا محبي ان مد كوكو نشوفوا ماذا يدخل في هذه الوصفة على السريع و هنا رح نجيبو ربع حبات بيض و نفقسوهم بحرارة الغرفة طبعا نزيدو كاس على السكر هذا كاس يرفض 220-230 مليلتر هنا نحطو شوية عال ملح شوية عالفاني مغرفة صغيرة عالفاني و قبصة عالفاني و نبدأ و نضربو في الخاليط هذا حتى يبيض يتبدل الشكل كي بيضنا نحطو زبو تعييرت بأي دوق تحبون ثم تحبو الفاني تحبو المد كوكو هنا مكانش عندي نوات كوكو حطيت اي دوق فقط بس كي نوات كوكو يعزز عفواني يعزز المدى قطع نوات كوكو و نطلعها مليح مليح كي نشوفوه طلع نحطو كاس ناقص صباعة زيت نحطوها كناقص و نبدأ و نزيدو فيه بشوية و نحركو نحركم ليه كي نشوفوه ندمج يعني الخاليط كامل مع بضع كي نشوفوه نوات كوكو نزيدو الكاس عن نوات كوكو طبعا الكاس اللي تكيلتي به الزيت و الواحد تكيلي به نوات كوكو إذا ما كانش عندي كتحطي يعني كمية قليلة و قادرة تستغنائي ما يحبش نوات كوكو و نزيد نحرك معه مع الخاليط كي تحرك النخلاح وش نجيب نجيب الفارينة نحن نبدأ نحط الكاس اللي و لتاع الفارينة هنا احران نحطينا كاس تانوات كوكو يعني راه يشرب نوات كوكو شوية سماما كالطرش الفارينة هنا نعملو زوز باكية تخميرة تاع الحلويات و نحركو و نشوفو القوام هنا بقودتكم درناء كاس هنا دخلي كاس ونصف كما نقولوو تاع الفارينة كل واحدة والفارينة تاحها نحرك كما هكا و نشوف لكاني يتشرب ولا لا احنا يعني اي بدات شوية نورمال حكمة روحها يعني ما نكترش بزف هنا راح نزيد انا هدي الكلفارينة مغربلة نزيد ثلاثة مغارف هكا و نشوف ثلاثة مغارف يعني نصف تاع الكاس هكا جاتني قد قد سيبو ما نزيد لهاش يعني ثلاثة كاس ونصف وكاس وثلاثة مغارف سيبو معنوات كوكو اذا كو احنا نبدأ نخلط كما هكا بيدخل لها شوية لحوا وتندمج كامل مع بعضها هاي كيف هي تكون احنا نجيب مون مدهون بالزبدة والفارينة ومغبر بالفارينة ونحط فيه المسكوت شو تاعنا هاي هنا نخبطها هكا شوية ونحطها في الكوشة على درجة حرارة 180 حتى طيبنا يعني من من تحت نشوفها حمارة بالطريقة دي تحبو تشعلوها مفوق تحبو لكي تكون الكوشة طيبة راح تحمرلكم كاملة ونبدأ نحل يعني نحيفها من المول هاي بسهولة كي ما قلنا تنحى هاي هنا بعد ما كملنا نجيب لاجولي اه ندهن بها هي سخونة ندهن بها الموسكوت شو تاعنا ندهنها مليح مليح حتى تشرب نحن ندهن لاجولي هاتي ولي عنده معجون يدهن معجون كل واحد وش عنده فضار يدهن به اذا حبتوها تعملوها بالشوكولات تعملوها بالاي حاجة تعملوها يعني هي تدهنوها بالمعجون تحطو لها نوات كوكو احسن لانها مختمة بالنوات كوكو هنا نحطو نوات كوكو نبدأ نزينو فاها بالنوات كوكو ندهنها مليح به يعني من جوانب هكا راح يلسقنا ها هي هنا الموسكوت شو تاعنا شتركنا نحن نبدأ نقصه فاها ندهنها نحن ندهنها ندهن باقصه فاها ندهن الموسكو ندهن نجيكم كما قلت لكم طرية تجيكم اه خفيفة وطالعة شوفوا كيفه ويعني هادي تقصلكم كمية كبيرة يعني اه شوفوا كيفها تجي وبجيبنينة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله